البطالة لدى الشباب هي أحدى أبرز المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حيث يقارب عدد العطلين عن العمل في صفوفهم خمسة ملايين وسبعمائة ألف شخص أما في منطقة اليورو فيقارب عددهم ثلاثة ملايين وستمائة ألف شخص تباطئ الانتعاش في العامين الأخيرين ساهم في تفاقم تلك الأزمة حتى إن كثيرا من الشباب توقفوا عن البحث عن عمل اليونان هي من أكثر البلدان المتضررة من الأزمة إذ يزيد فيها عدد العطلين عن العمل الشباب عن 60% أما في أسبانيا فالنسبة تزيد عن نصف الشباب وفي بورتغال المعدل يتجاوز 38% الفرق بدأ واضحا بين المعدل في منطقة اليورو والمعدل في الولايات المتحدة الأزمة دفعت شبابا كثيرين إلى توسيع دائرة مجالات العمل التي يبحثون عنها حتى إن بعضهم راح يقبل بالوظائف القصيرة الأمد 40% من الشباب في أوروبا يعملون وفقا لعقود غير دائمة فالعقود الدائمة لم تعد متوفرة بسهولة للشباب